عم بتفكروا تبلشوا عملكون على أمازون بالإمارات ولكن مش مأكدين شو هو المنتج اللي لازم تبعوه أو ممكن يكونوا عندكم منتج بس مش مأكدين مية بالمية إذا هيدا المنتج رح ينجح بهيدا الفيديو رح نحكي عن ثلاث أسرار لاختيار منتج فائز على أمازون بالإمارات خلينا نبلش طبعا المنتج الرابح أو المنتج الصحيح هو يمكن أهم خيار بتعملوه وقت تبلشوا عملكون على أمازون بالإمارات رح نحكي عن ثلاث أسرار بسيطين جدا فيكم تتبعوهون لحتى يساعدوكم تتقرروا إذا هيدا المنتج ممكن يكون ناجح طبعا في عدد كبير من النقاط اللي لازم تكون موجودة ولكن حبيت أنا أنه أصر الموضوع وأعملهم فقط ثلاث أسرار إذا هيدا أول مرة عم تحضروا فيديو على هيدا القناة هاي أنا كريستل بيع على أمازون ومؤسسة أمازون سيلر سو سايتي ميدل إيست أو مجموعة باعة أمازون بشرق الأوسط طبعا هدف المجموعة هو تدريب ودعم كل رواد الأعمال يلي بدون يبيعو على أمازون بشرق الأوسط فيكن تلاقو بي صندوق الوصف تدريب مجاني بخليكن تعرفو أدي كمية رأس مال أنتو بحاجة لإلى لحتى تطلقو مشروعكن على أمازون بالإمارات خلينا نبلش قبل ما ننتقل للكمبيوتر ونبلش نحكي تفصيليا شو هنه لثلاث أسرار وتفصيليا كيف فيكن تلاقو منتج رابح بتياكن تعرفو أنه مع وجود أمازون وهيدي الفرصة اللي عنا إياها لحتى نقدر نبيع على أمازون ونجني أرباح على أمازون نحنا كأفراد أو كشركات صغيرة أو كرواد أعمال طبعا صار فيه شركات عديدة قدروا يخترعوا ويقدموا لنا أدوات لحتى يساعدونا طبعا إذا كنتوا عم تعملوا research على يوتيوب أو بأي مكان آخر رح تسمعوا أسامي مثل helium 10, jungle scout, viral launch وهلأ بمنطقة الإمارات وبسوق أمازون الإمارات في أداة معينة اسمها e-grow اللي رح نستعملها اليوم بدي كنت عارفوا أنه هولي الأدوات هنه مجرد أدوات يعني نحنا بنعتمد عليهم بس بنعتمد عليهم لحتى يتعطونا أفكار ونحنا كباعة ضروري أنه نتأكد إذا هولي الأفكار أو هولي المنتجات ممكن أنه فعلا ينجحوا يعني ما لازم تعتمدوا على أي أداة 100% لازم دايما يكون القرار لإلكن حسب المعلومات يلي منشوفها على أمازون تاني شي ضروري تعرفوا أنه هيدا الفيديو منو سبونسرت هيدا رأيي الشخصي وخبرتي رح فرجيكم إياها ضروري تعرفوا هيدا الشي لأنه أنا عم بعطيكم معلومات 100% شفافة ما بدي إياكم تفكروا أنه في حدا ندافع لحتى نقدر نقدم لكم هولي المعلومات سو بتمنى أنكم تستفيدوا خلينا ننتقل على الكمبيوتر سو مثل ما حكينا هيدا هو إيجرو السبب ليه عم نستعمل إيجرو لأنه هو الوحيد يلي متوفر هلأ بسوق الإمارات طبعا مع شوية وقت رح يكون صار فيه توفر من قبل الأدوات التانية اللي بتسمعوا عننا ولكن كل إياه تبتشتغل تقريبا بنفس الطريقة كل الأدوات بتعطينا تقديرات ولا حدا منه نبيقدر يعطينا الأرقام المبيعات 100% لأنه أرقام المبيعات هي أرقام خاصة بشركة أمازون وخاصة بأشخاص مثلكم بما أنه هولي المنتجات لإلكن ومش لأمازون يعني طبعا في خصوصية معينة ولكن الأدوات بساعدونا خلينا نبلش هيدا هو الويب سايت بتفوتوا عليه لحتى تقدروا تفتحوا حساب لإلكن في عندهم حساب مجاني إذا بتكون تجربوا ولكن بدنا نبلش رح نبلش بالديتابيس ريسيرتش هيدا هي الأداة يلي رح تخلينا نقدر نكتشيف بطريقة سريعة شو فيه منتجات ممكن نحن نبيعهم مثل ما بتلاحظوا بالمين كاتيجوريز في المين كاتيجوريز الفئات الأساسية يلي فيكن تبيعوا فيها بدي إياكم تتذكروا يعني كفكرة كبيرة أو كعنوان عريض إنه كل المنتجات يلي تعنى بالغذاء أو الأكل كل المنتجات يلي بتنحط على البشرة مثل الكوزماتيكس مثل الكريمات مثل المايكوب أو مثل العطور مثل زيوت الشعر كل هول المنتجات صعب إنكن تبعوهم بالبداية لأنه هول بدون شهيد إضافية لحتى تقدروا تبعوهم على أمازون لأنه أمازون مهم بالنسبة لإلهم أكيد إنهم سلامة العملاء هيدا أول مرحلة تاني شغلة إذا حدا أخذ هول المنتجات واشترى هول المنتجات وصر له شي رح يكون عندكم مشكلة كبيرة لذلك أفضل بالبداية إذا هيدا أول مرة عم بتبيعو على أمازون أكيد أفضل إن كنتوا بتعدوا عن هول المنتجات أو فكرة هول المنتجات أنا حطيت kitchen and dining يعني كل شي متعلق بالمطبخ office products كل شي متعلق بالمكاتب وما تننسى إنه هلأ في عدد كبير من الأشخاص عم يشتغلوا من المنزل أو عم يدرسوا من المنزل وفي عنا tools and home improvement كل الأشياء مثل أدوات هلأ خلينا ننتقل على filtering والتفاصيل طبعا شغلة ضرورية تعرفوها هو إنه أي منتج بيمباع على أمازون تحت الخمسين درهم أمازون بياخدوا رسم بيسمو closing fee هيدا الرسم هو ثلاثة درهم بيسحبوه بآخر الشهر أولا المنتج اللي ينبيع تحت الخمسين درهم يعني رح يكون أرباحه كتير 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 قليلة وصدقوني إنكم تبيعوا منتج سعره 200 درهم ومنتج سعره 30 أو 39 درهم رح ياخد منكم نفس الشغل رح ياخد منكم نفس الجهد ونفس الأشياء اللي أنتو بحاجة لإلا لحتى تعاملوها بالlisting طبعا 250 درهم نفسها لازم تعاملوها لل39 درهم لذلك بما إنه مقرر ريء إنكم تشتغلوا ليه ما بتشتغلوا بطريقة إنه فعلا تجني لكم الأرباح هيدا أول شي تاني شي إذا بيعتوا منتج مثلا حقه 30 درهم ممكن تفكروا إنه رح ينبيع بسرعة لأنه سعره مش كتير غالي بس قد بدوا يكون ربحكم إذا كان ربحكم على منتج هل قد رخيص 50% هيدا يعني 15 درهم يعني إذا بآخر الشهر بيعتوا 100 قطعة يلي هو رقم جيد رح تكونوا ربحانين 1500 درهم يعني مننوا هول الأرقام الكبيرة طبعا هيدا خياري وإنتو فيكنوا تقرروا لشي المناسب لإلكن فيكن كمان يكون عندكن عدد كبير من المنتجات يلي عم بتبعون على منصة عمزون بسعر واطئ فيكنوا تعملوا هيدا الشي ولكن هون بدنا نفتش هلأ السبب أنا عادة بحب إنه بيع منتجات بال70 درهم لأنه بيكون معنا مجال حتى إذا نخفضوا الأسعار بالسوق أو على أمزون فينا نوطي السعر فينا نعمل خصم فينا نعمل كوبون كود فينا نعمل عدد كبير من الأشياء فينا نعمل إعلانات ولكن يضل الأرباح تبعنا جيدة ولكن السبب لي ما حطيت هوني 70 درهم هو لأنه ممكن أنا لقي منتج هون على أمزون عم ينبيع ب50 درهم وأنا حسنه زيد عليه أشياء وقدر بيعه ب70 هلأ 250 بحس أي منتج فوق سعر 250 رح يكون صعب إنه يقدر أنع العملاء إنه يشتروا بطريقة سريعة لذلك بحط 250 بس لحطي يعطيني نمبر أف ريفيوز مش رح حط قدي أنا بدي ريفيوز لأنه كلنا بنعرف إنه كمية التقييمات الرفيوز على أمزون بالإمارات منا جدا مرتفعة لأنه بعده ويب سايت جديد ولكن الأفريج ريفيوز قدي بدي أنا كمية الرفيوز المكسيموم إنه تكون يعني متوسط التقييمات إذا بتكون أنا رح حط ماكسيموم أربعة هلأ رح تكتشفوا ليه؟ خلينا نكمل أدي أنا بدي يكون أقل له أدي بدي يكون في مبيعات بالشهر ما بدي منتج عم ببيع بأقل من 150 أطعام الشهر لأنه بدي منتج يكون ناجح حتى 150 هو رقم واطئ ولكن رح نعتبر إنه فينا نحسن يعني بدنا نشوف أدي عنا options بترك كل شي فاضي ولكن الشيء اللي بزيده هو الوزن يعني أنا ما بدي منتج يكون وزنه أتقل من كيلو ونص ليه؟ السبب هو بكل بساطة إنه كل ما يكون البرودكت كل ما يكون المنتج وزنه تقيل كل ما يكون شحنه أغلى زا كنتوا عم بتجيبوه من خارج الإمارات تانياً الـ FBA فيز الرسوم الـ FBA بتكون كمان مرتفعة أكتر وأنا بحب إنه بيع منتجات بطريقة الـ FBA لأنه هيدا الطريقة يلي بتنجح المنتج مني بحاجة إنه إربح الـ buy box دايماً الـ buy box أنا بكون ريب حتها ولا عدد كبير من الأمور أنا صرت حيكي عنا عدد كبير من المرات رح أترك لكم فيديو بيه صندوق الوصف عن أهمية الـ FBA وليه الـ FBA أفضل من غير شيء ولكن طبعاً هيدا الخيار لإلكلكن هيدا كل شيء وبكبس search طبعاً رح يطلع لي عدد كبير 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 من المنتجات ونعم بتكون تطلعوا على كل منتج بمنتج وبتكون تفصلوا كل منتج بمنتج طبعاً العمل على أمازون شيء سهل ولكن مش يعني ما بده شغل بدنا نشتغل لحتى نقدر نلاقي منتج فعلاً يكون منتج جيد ونقدر نخفف نسبة الفشل يلي ممكن تصير كل ما تعملوا شغل بالبداية كل ما هيدا نسبة الفشل يلي موجودة بأي شيء متعلق بالتجارة وبأي مشروع بتعملوه كرواد أعمال كل ما نسبة الفشل تقل لأنه بتكونوا شفتوا المعلومات وحضرتوا حالكم وعملتوا كل شيء مناسب أنا مش راح فوت فيهم واحد وواحد اخترت هيدا المنتج هيدا المنتج هو cake decorating kit يعني مثل علبة كاملة لحتى نعمل decor للكيك طيب جداً عم يعمل 204 204 مبيعات كل شهر هيدا المنتج يعني عم يعمل مبيعات ب15 ألف درهم أوكي وزن هيدا المنتج 81 جرام اللي هو جيد جداً والتقييمات هي 3 نجوم خليها ننتقل طيب أنا شفتوا هون شفتوا على ايجرو ولكن الشيء المهم بالنسبة لإليه أنه انتقل على أمازون وشوفوا على أمازون لأنه ايجرو هي فقط أداة وتأنتقل على أمازون طبعاً بيكبس بيكبس على الاسم نومبر بيخدني دغري على الليستنج بأمازون هون خلينا نبلج بأول سر أول سر هل يا ترى فيني حسن هيدا الليستنج إذا أنا جبت منتج لإلي فيني أعمل لستنج أفضل من الليستنج اللي هيدا البائع عملها خلينا نطلع ونحلل سوا أولاً الصور يلي مستعملة إذا فيكم ما بعضاً بيّن عندكم ولكن الصور أبداً منا جود كواليتي كتير مغربلة وأصلاً منا صور بنعمل لها زوم ما يعني أنه العملاء ما فيهم فعلاً يشوفوا المنتج خاصةً إذا كانوا عم بيستعملوا الموبايل فون لحتى يشتروا منتجات خلينا نكبس على الصور بتشوفوا هون بالصور أنه يعني البائع مستعمل فقط خمس صور ونحنا بيطلع لنا سبع صور ضروري نستعمل السبع صور لأنه الصور أهميتها هو أنه نوضح للعملاء بطريقة جداً بسيطة شو هن الأشياء اللي يلي رح يطلعوا لهم بمجرد ما يشتروا هيدا المنتج اتنين نخليهم يستمتعوا ويحسوا أنه هيدا المنتج فعلاً رح يزدلهم سعادة على حياتهم أكيد خاصةً إذا منتج متعلق بالكيك والأكل ثالثاً نعطيهم ثقة أنه نحنا وهايدا شركة محترفة يلي عم بتقدم لكم هيدا المنتج من خلال هول الصور ما في شي هلقدمهم لأنه بالنهاية ما بهون شي يعني الصورة الثانية والثالثة لا بأسة بهم بس هيدا ملنا جيدة وما فيني أعمل عليها زوم بس طبعاً طبعاً فيهم يتحسنوا أكتر خلينا نطلع العنوان جيد ولكن البولد بوينتس أبداً منه نمناح ما فيهم أي شي بحمس الواحد لحتى يشتري والبرودكت ديسكريبشن نفس الشي يمكن شوي أحسن من البولد بوينتس ولكن كمان ما فيه شي بحمس ما فيه شي هالقد هالقدمهم سو السر الأولاني هو أنه نعرف هل يا ترى المنتج أنا فيني حسنه الجواب هو نعم فيني حسنه مية بالمية بمجرد ما جيب منتج ممكن يكون شبيه ولكن أعمل صور مع يكونوا أفضل بكتير خاصة الصور اللي فيهم وجوه عالم هول الصور كتير بيساعدوا يعني كتير بيبيعوا منسميهم بيكون مثلاً امرأة مبسوطة الام والبنت مبسوطين عم بيعملوا الكيك سوا هول الصور بيخلوا بيخلوا العملاء يحلموا قدي هيدا المنتج رح يخليهم يكونوا مبسوطين وكلهم فيكن تعملون باستعمال جرافيك ديزاينر مصمم جرافيكس شاطر وما بيكلفوا كتير وطبعاً الليستنج متل ما شفته بتتحسن هلا السر التاني هو كيف أنا فيني أطرح المنتج تبعي أنا يلي يكون شوي مختلف ولكن هلي أترى فيني زيد سعره بيعوا بسعر أعلى لحتى يكونوا أرباحة أعلى فيه هيدا 얘기를 هيدا البارت من الليستنج اسمه هيدا بفرجينا أمازون بدفرجينا شو هن المنتجات رح إضطو هون شو هن المنتجات يلي بينشارو سوا العملاء بيشترون بيشترون سوا متل ما شفته هيدا المنتج معه الخلاط اليدوي ومعه هولي المولدز أو أولي بالكيك طيب انا ما بدي بيع خلاط يدوي ولكن اذا قررت اني اعمل بندل بيع هول الكيك مولدز او الاولي بالكيك وبعت معن هيد الكت هيدا المنتج اللي نحنا عم نشوفه هلأ ونحلله اذا بعتن سوا فين بيعن ب 96 درهم او فين بيعن مثلا ب 89 درهم ساعتها بكون انا اخترعت منتج مختلف شوي ومنتج بقدر نافس غير منتجات بنفس الفئة لانه كل العالم وتتفوت وتشتري هيك منتج تشتري معه يعني بدي تعمل كيك بس بدي قالب للكيك من وين بدي تجيب قالب سو انا قادرة اعطيهم اوالب ومنتج لتزيين الكيك بسعر ارخص من ما اذا اشتروا الاوالب والتزيين بنفس الوقت سو اردي اخترعت منتج مختلف شوي وبقدر انه اتحكم فيه سو هيدا السر التاني لحتى تخترعه منتج مميز ومختلف اما السر التالت فهو شي كتير قليل من الاشخاص بينتبهولو وهن الريفيوز او التقييمات اذا بتتذكروا هلأ على ايجرو نحنا قلنا انه ما بتنا التقييمات مرتفعة لانه الهدف من البيع على امازون هو انه حل مشكلة موجودة بهيدا المنتج وكل ما تكون الحل تبعي كبير وكل ما تكون المشكلة كبيرة كل ما فيني اجني مبيعات وارباح اكتر وارباح اكتر يعني هون اذا بتتطلعوا هيدا المنتج وبدي اياكم تتذكروا انه هيدا المنتج يلي الليستنج طبعه منه منيحة يلي الصور طبعه منه منيح وحتى التقييمات طبعه منه منيح عم بيبيع تقريبا 200 قطعة بالشهر وعم بيجني مبيعات 15 الف درهم بالشهر يعني اذا انتو جبتوا منتج وعملتوا كل هالتحسينات قدي ممكن تاخدوا من هولي المبيعات وهل يترى فيكن تنافسوا هيدا الشخص طبعا الجواب هو ايه ولكن بعد ما خلصنا خلينا نطلع على التقييمات بدنا نكبس على التقييمات شغلة ضرورة تعارفوها انه بالامارات طبعا مش كل العالم على امازون بالامارات مش كل العالم معودين انه نتركوا تقييمات ولكن بتلاعزوا انه في عالم حاطين بس نجوم ما يعرف بالريتنج يعني قرروا يحطوا نجوم وما كتبوا المعلومات وفي عالم بيكتبوا كمان تفاصيل سنحنا بنا نطلع على الاتنين طبعا كل ما يكونوا النجوم منخفضين هيدا بيعني انه المنتج منه جيد ونحنا فينا نحسنه ولكن اذا ما حدا نكتب شو هي المشكلة ما فينا نعرف تحديدا شو المشكلة فيه هيدا المنتج حتى اذا كانت لغتكن بالانجليزية منا كتير جيدة ما في شي غلط بالموضوع فيكن تفتحوا جوجل ترانسليت وتعملوا ترانسليشن يعني تعملوا ترانسليشن من الانجليزية على العربي لحتى تفهموا شو يعني ترجمة لحتى تفهموا شو يعني شو عم بيقولوا هولي العملاء وشو زعجون اذا منقرأ سوا منشوف انه بمجرد ما نقرأ بس العنوان هيدا بيفرجة انه العملاء ابدا مش مبسوطين بالمنتج وعم بيقولوا انه المنتج very poor quality نوعيته ابدا مش نيحة great لانه كل ما يكون النوعية منخفضة كل ما انا فيني نافس هيدا هيدا البائع شغلي كتير نيحة انه المنتج منه جيد يعني انا هلأ وتنتقل لمرحلة المصنعين اذا بتكون تجيبوا المنتج داخل الامارات او اذا بتكون تجيبوه من علي baba.com بدي اتأكد انه النوعية تبع هيدا المنتج جيد وتكون مأكدة انه النوعية جيدة وانا فعلا ضميريا مأكدة انه عن بعطي منتج للعملاء رح يستفيدوا منه ورح يحبوه فيني حط وين ما كان انه هيدا good quality انه هيدا جيد انه نوعيته منيحة يعني بهيدا الطريقة لحتى لانه هيدا المشكلة اللي عندن اياها عندن اياها انه اشتروا منتج وطلع نوعيته مش منيحة انا بدي قللون لأ انا المنتج تبعي نوعيته منيحة وبيدي انعهم بهيدا الموضوع باستعمال الصور وباستعمال البوليت بوينت وكل هول التفاصيل ولكن ما منكن وقفنا هون هولي لثلاث اسرار صحيح ولكن لحتى ان اربر مية بالمية اذا المنتج لازم انا بيعه وفيني بيعه وهل يا ترى في مجال انه نافس عليه بدي اطلع كل المنتجات اللي شبيهة بهيدا المنتج هل يا ترى عم بيعملوا مبيعات بركب بس هيدا المنتج اللي عم بيبيع والبقايا كله ياتن ما عم بيبيعه هيدا ما بتكون شغلي كتير منيحة لانه هيدا بيعني انه سوء الكيك ديكوريتين كيتس ماكسيموم 200 قطعة بالشهر وانا ما بدي فوت على فئة ما يكون فيها طلب كتير لانه طبعا نحنا عم نعمل كل هيدا الشغل بالبداية لانه نحنا بدنا نبيع منتج يضاين معنا لفترة طويلة ما بدنا نبيع منتج مرة واحدة ونرجع نبلج من اول وجديد بالتفتيش من اول وجديد لانه متل ما بتلاحظو التفتيش شيء بياخد وقت التفتيش على منتج البحث على منتج شيء بياخد وقت سوء الشي اللي فيكن تعملوه هو بتاخدو الكيورد الاساسية واضح هون انه الكيورد الاساسية هي كيك داكوريتين كيتس وبتحطوها بالسيرتش رزولتز فوق وبيطلع لكن كل المنتجات يلي عم تتنافس على هيدا الكيورد او على هيدا الكلمة الرئيسية متل ما بتلاحظو اول منتج هو عم ينبيع ب77 درهم تاني واحد مية وخمسة مية واربعة وعشرين هيدا المنتج اللي نحنا الاناي اللي هو 47 وكمان مرتفع ما بيشي هيدا البستسالر عم بيبيع بسعر اوطا وبتطلعوا على كلهم خلينا نشوف بنظرة كتير سريعة عم بيبيعوا او ما عم بيبيعوا هون بنستعمل الدروب داون تول تبع ايجرو عم يعطونا طبعا انا ما بدي اطلع على اي شي حده اد يعني عليه اعلان بدي اطلع على المنتجات بحد زيتا بدي اطلع على المبيعات على السيلز مثلا اول منتج عم بيبيع ميتين وخمسة واربعين يعني عم بيعمل تمنتعشر الف تقريبا تساطعشر الف درهم مبيع هيدا تاني واحد مية واربعة وعشرين تلات عشر الف تلاتة وعشرين اربطاش ستاش تسعة الاف ناط بعد هيدا ما عم بيبيع ابدا بدي اكبس عليه وحل اللي ما عم بيبيع هل ياتوره الليستنغ منا منيحة هل ياتوره المنتج بعده جديد هل ياتوره سعره مرتفع او منخفض شوفوا يعني هيدا سعره اللي ما عم بيعمل مبيعات ابدا سعره تقريبا اربعين درهم هيدا بفرجيكم انه مش ضروري بس السعر يكون منخفض ضروري المنتج يكون جيد المنتج هو يلي بيخلي العملاء يقرره يشتروه او ما يشتروه مش بس السعر ما حدا بده يشتري منتج اذا ما كان في سقة من وراه هيدا المنتج حتى لو كان المنتج رخيص هيدا بس ها عم بيطلع عشرة الاف عم بيعمل مبيعات بعشرة الاف واربعمية تقريبا خمسمية هول اعلانات سو فيكن تفوتوا ولازم تفوتوا وتطلعوا على كل لستنج بيحد زيتها لحتى تشوفوا شو الاشياء الايجابية بهيدا الليستنج وشو الاشياء السلبية هون بتكونوا عملتوا تحليل على باستعمال الادوات وبياستعمال الادوات اللي هي ايجرو وبياستعمال امازون بيحد زيته هون شو لازم يصير هلا من بعد ما تكونوا حبيتوا انكم تجيبوا هيدا المنتج او مقتنعين في هيدا المنتج او لا بتفوتوا على المرحلة التانية المرحلة التانية هي انه نلاقي مصنع او سبلاير لهيدا المنتج فيكنوا تلاقوا مصنعين داخل الامارات ممكن ما يكونوا مصنعين ممكن يكونوا يعني اشخاص بيشتروا هني من الصين او من اي بلد اخر وبيبيعوا عادة بالجملة فيكنوا تلاقون بالامارات مانا ما في موقع معين للامارات بتلاقوا عليه هولسيلرز بتلاقوا عليه تجار جملة يعني انتوا يلي بتكونوا تفوتوا على جوجل وتعملوا تفتيش او فيكنوا تروحوا مباشرة على المصدر وتفتشوا على عليبابا.com على منتج ولكن هلأ صار عندكن فكرة كيف فيكن تخترعوا منتج مميز لانه اولا شفتوا الـ Frequently bought together شفتوا المنتجات يلي عم يشترون العملاء سوا تانيا شفتوا العملاء شو هني الاشياء يلي مش حابينا بهيدا المنتج سوصورتوا عارفين تماما كيف بتكونوا تحلولون مشكلتون كيف بتكونوا تعالجوا هيدا المشكلة وتجيبوا منتج ما فيوا هيدا المشكلة وتخبرون انه هيدا المنتج ما فيوا هيدا المشكلة هيدا اهم شي خدوا الوقت لحتى تتعلموا كيف امازون بيشتغل بطريقة صحيحة لحتى ما تخسروا اموالكن من الاول تكونوا عارفين تحديدا اذا المنتج رح ينجح اي ام لا برجع بذكركم انه فيه تدريب مجاني موجود بيه صندوق الوصف اذا استفدتوا من هيدا الفيديو ما تنسوا تعملوا لي like تركوا تعليق وعملوا subscribe بشوفكم بفيديو جديد bye